اشتركوا في القناة توجيه الحكومة لتنفيذ مشروع التدفئة المركزية للمدارس الحكومية ودراسة تطبيق الطاقة الشمسية فيها استقبال قائد القيادة المركزية الامريكية زار جلالة الملك العاصمة السعودية الرياض واجرى مباحثات مع اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حيث اكد زعيمان ضرورة تكثيف الجهود المبذولة عربيا واسلاميا لمكافحة خطر الارهاب والتصدي للتنظيمات المتطرفة والعمل على نبذ كل ما من شأنه تشويه صورة الاسلام ومبادئه السمحة واعرب جلالته عن حرص الاردن على التشاور مع الشقيقة السعودية في كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وخدمة القضايا العربية والاسلامية وفي عمان استقبل جلالة الملك أخاه سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وخلال جلسة مباحثات جرت في قصر بسمان الزاهر شدد الزعيمان على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين مختلف الدول العربية في سبيل التعامل مع التحديات التي تواجهها دول المنطقة خصوصا خطر التطرف والإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار الجميع كما قام جلالة الملك بزيارة إلى مصر عقد خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستعرض الزعيمان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود تحقيق السلام في المنطقة وآليات التعامل مع مختلف التحديات وبما يحفظ أمن واستقرار المنطقة وشعوبها واجرت تأكيد على أهمية دور المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي وفي مقدمتها الأزهر الشريف في توضيح الصورة الحقيقية للإسلام وتم خلال المباحثات الاتفاق على تعميق أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين من خلال تشكيل مجموعة عمل مشتركة لوضع إطار مشترك لمواجهة التحديات الإقليمية وفي قصر الحسينية التقى جلالة الملك مع رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وشدد على ضرورة مواصلة تطوير عمل الهيئة وكواديرها وفق أفضل المعايير الدولية لتصبح مركزا متميزا على مستوى الإقليم أهم شيء بالنسبة للهيئة استقلالية الجهاز أنت وعدكم كل الدعم مني طبعاً ومن أجهزة الحكومة لكن بشفافية أنا حاسس أنه لازم أكون في دعم أكثر للهيئة مرحلة جاية عندنا الانتخابات زي ما حكينا على مستوى المجالس المحافظات والبلديات مهم جداً ولازم نجهز حالة من الآن فشو مطلوب مننا إذا لحنا نقدر نساعد يريد يكون في ورقة أو دراسة منكم حتى من الآن نموقف معكم بيواجب وهيب جداً لمستقبل الأردن وفي إطار مختلف التقى جلالة الملك مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن وجرى استعراض الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة ترجمة نانسي قنقر